مستشفى الشفاء طبعا أنا أعرف مستشفى الشفاء جيدا أعرفه يعني شبرا شبرا حتى نوضح للسيد المشاهدين أفاندم هو حتى يطلق به مجمع الشفاء لأنه فيه أكثر من مستشفى مزبوط هو مجمع الشفاء هو أكبر مجمع طبي على مستوى الضفة والقطاع وليس فقط على مستوى كطاع غزة وهو به بالفعل عدة مستشفيات به مستشفى القلب التخصصي به مستشفى الجراحات التخصصية به مستشفى العظام به مستشفى الباطنة وبه معهد التمريض وبه أيضا المستشفى الجامعي يعتبر هو أيضا مستشفى جامعي حيث يتدرب به أطباء الطلاب الطب أو أطباء الامتياز وبه الكفاءات الطبية الفلسطينية النادرة هو يعتبر على المستوى الإنساني حسب الأعراف والقوانين الدوليه يعتبر ملجأ آمن لكل من يلجأ إليه وحسب الاتفاقيات جينيف الرابعة وغيرهم من القوانين الدوليه والقوانون الدوليه الإنساني هذا المستشفى يجب أن يكون محصنا من أي اعتذاء ولا يمكن أن يلجأ إليه إلا الإنسان المدني الذي لم يعد لديه مكان آمن وبالمناسبة بعض أهلي أنا شخصيا شقيقاتي وأشقائي لجأوا ونزحوا إلى هذا المستشفى وهناك من أسرة ومن عائلة من استشهد داخل المستشفى نتيجة العدوان الهمجي بما العدو طبعا صنع كذبة كبرى من قضية مستشفى الشفاء هو أراد أن يكرر السيناريو الأمريكي الذي نفذه الجيش الأمريكي أثناء عدوانه على العراق الشقيق عام 2003 عندما زعم أن مطار بغداد إذا سقط سوف تسقط الدولة العراقية وسوف تسقط العاصمة بغداد وسوف يسقط الجيش العراقي وصنع من مطار بغداد أسطورة كبرى هو طبعا صنع أسطورة كاذبة ككل أساطيره منذ بدع عدوان عندما ادعى أن المقاومة قتلت الأطفال وتبحت الأطفال غير ذلك والعالم أجمع يشاهد أن من يقتل الأطفال هو العدو السهوني من يقتل الأجنة في بطون أم هاتم العدو السهوني من يقتل النساء الحوامل ويبقر بطونهن العدو السهوني من يقتل الأبرياء في الشوارع عندما يقوم ببعض التمثليات القصة التي تداولها الكثير من النشطاء الرجل العجوز المسن الثمانيني الحاج بشير حجي الذي قصف بيته في منطقة غرب غزة في منطقة الرمال وقصفت عمارته ثم اضطر أن ينزح مع من تبقى من بقية أفراد أسرة عبر الممر الآمن المزعوم الذي زعم جيش العدو أنه مرأة من المدين الذين يريدون أن يخرجوا من غزة نحو الجنوب فصار على طريق الرشيد القريب من مكان عمارته المدمرة وأرغمه جيش العدو مع من تبقى من النازحين لنزول إلى الساحل أو رمل الشاطئ والرجل نتيجة أنه لديه مرض الضغط والقلب وغير ذلك أغمع عليه على الرمال فقاموا بتمثلية أنه قاموا بإسعافه وصوروا هذه التمثلية وعطوه الماء وغير ذلك ثم طلبوا منه أن يسير نحو الجنوب بضع خطوات بضع خطوات هو جميع من معه من النازحين وعددهم أكثر من 20 شخصا قلت له بإطلاق النار عليهم في الظهر هذا هو العدو السيوني